في الرسالة إلى العبرانيين صحيح الأول يعني بيتكلم عن فكر الله وإعلاناته الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنهم عن يسوع المسيح وطبعا إحنا من الكتاب المقدس مثل ذي مكرت إحنا منتعرف على الله على طبيعته على صفاته على شخصه على معاملاته من كلمة الله يعني في مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر في دراس إحنا بنعرف أنه في خالق بس مش عارفينه شخصيا بعدين في نفس الإصحاح بقول نموس الرب كامل فإذا نبتدي نعرف من الكلمة من هو الله من صفات الله ولكن كمال المعرفة هو في يسوع المسيح ده صحيح لأنه الوحي يا أخي نزار الوحي ويمكن ده واحدة من مبادئ الدرس كتاب أن أنا أدرك يعني وحي متدرج وممكن نوصل نغطي النقطة دية بس الحقيقة أنا نفسي يمكن بس لحبايبنا المشاهدين يعني شزرة بسيطة وملخصة ما هو الكتاب المقدس الكتاب المقدس عبارة عن عهدين عهد قديم وعهد جديد بتكون من ستة وستين سفر تسعة وثلاثين سفر عهد قديم وسبعة وشرين سفر في العهد الجديد كتب بوحي الله هو الكاتب لكن استخدم أقلام بشرية تلك الأقلام البشرية رب استخدم فيها أربعين قلم مختلف وهذه الأقلام البشرية هم أشخاص حفظهم الروح القدس وعصمهم أنهم ينقلوا كلمة طالية على فكرة الرب ما كانش بيستخدم حكمة هؤلاء الأنبياء أو الكتاب اللي استخدمهم لكنه هو كان بيوحي ليهم ويتعامل معهم ويظهر لهم فكل اللي بيكتبوه هو فكرة الله هو كلمة الله هذا الكتاب كتب على مدار 1600 سنة من 1512 قبل الميلاد لـ 98 بعد الميلاد حوالي 1612 سنة وهذه الحقبة الطويلة اللي هم فيها الرب استخدم أربعين كاتب رسالة وحدة فقط وهي خطة الله لخلاص الإنسان فبركز يعني الكتاب المقدس على هذا الموضوع رغم أنه مثل ما ذكرت أربعين كاتب على مدار 1600 سنة من أشخاص متعددة مختلفة من خلفيات عندك سليمان الحكيم عندك عاموس الراعي عندك الإشعياء النبي الفصيح ويعني في حقب تاريخي ولكن المحور واحد هو خط الفداء اللي بيحاول الرب يوصله ده صحيح وتكتب بثلاث لغات المهد القديم عبرية وجزء أرامي والعهد الجديد يوناني عشان كده أصل الكلمة المكتوبة بهذه اللغات الأصلية لما ترجم ترجم إلى آلاف اللغات حاليا ودي عبارة عن ترجمات لكن النص الأصلي هو العبري والأرامي واليوناني وطبعا بس للتوضيح أن الكتب كتير مرات نهاجم أنه طبعا بتختلف عن نسخة تانية لا هي دي ترجمات في الإنجليز يسموها versions يعني في ناس بتتكلم لغة عربية فصيحة عملوا ترجمة تبسط بعض الكلمات ولكن اللي عاوز يقرأ ممكن يقرأ في اللغة الأصلية أو في اللغة اليونانية أو اللغة العبرية حتى تعرف المعنى ولأن اللغة العربية واسعة جدا فمرات نفس الكلمة إلها كده يعني اسم ده صحيح وفي نفس الوقت كمان الكتاب سواء اللغات الأصلية أو الترجمات اللي هي كلمة الله المعلنة اللي عملت اللين علشان نجراها ونفهمها دي بتحقق قصد الله في الكتاب بيقول في أشعية 55-10-11 بيقول لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل هكذا تكون كلمتي لا ترجع إلي يا فارغ هو ده الغرض من وجود كلمة الله بين إيدينا اشتركوا في القناة